يعني الدولة الوطنية في المنطقة العربية بتواجه تحديات كبيرة جدا ولما بتكلم عن الدولة الوطنية بتكلم عن دولة لها حدود بتكلم عن حكم حكومة بتكلم عن مؤسسات دولة بتكلم عن جيش بتكلم عن مؤسسات حكم برلمان وزارة وبتكلم ايضا عن قانون يطبق في هذه الدولة يحقق العدل والاستقرار فيها دي واحدة من مشكلات الدولة العربية او بعض الدول العربية واحد هذه المشكلات يتعلق ايضا بوجود ميليشيات مسلحة في هذه الدولة لما اجا اتكلم عن الدولة الوطنية بالمفهوم اللي احنا عارفينه هي دولة لها جيش مؤسسات التي تحمل السلاح او انفاذ القانون او الدفاع عن حدود الدولة هي مؤسسات معروفة عندي جيش عندي شرطة لكن فكرة ان توجد قوات مسلحة موازية للدولة دي مسألة بتخصم من سيادة الدولة كمان وهي مسألة صعبة جدا انا عندي في معظم الدول العربية او في بعض الدول العربية اللي فيها مشاكل واللي فيها تحديات كبيرة عندي ميليشيات ميليشيات مسلحة عندي قوات الدعم السريعة في السودان واحنا شايفين اللي حصل في السودان شيء طبعا مفزع جدا يعني كم التدهر في الدولة السودانية والمجتمع السوداني مرعد سواء كان على صعيد الغذاء او على صعيد الطاقة على صعيد البنية الاساسية او حقوق الانسان او يعني اشياء كثيرة ممكن لواحد يتكلم فيها اصارة نزاعات عرقية يعني مشكلة كبيرة والسبب ان هناك مواجهة ما بين الجيش في السوداني جيش الدولة السودانية وبين قوات الدعم السريعة لدينا ميليشيات الحجد الشعبي في العراق وهي تتحرك منفردة احيانا في مواجهة الدولة العرقية وتهدد مصالح غربية وده على حساب الدولة لدينا ميليشيات في سوريا مسلحة لدينا حزب لديه سلاح في لبنان اسمه حزب الله ايضا يفرض رأيه وقناعاته على الدولة في لبنان وعلى المجتمع في لبنان الحوسي في اليمن ميليشيات متعددة في ليبيا بقى يعني وفكرة الدولة الليبية واستعادة الدولة الليبية والاستقرار ومؤسسات الدولة ووحدة المجتمع والدولة الليبية دي مسألة برضو مسألة يعني فيها تحديات كثيرة جدا انا مش اتكلم ان الميليشيات دي بتستخدم العنف احيانا ضد مواطنيها داخل الدولة وتحمل استلاعها لكن انا اتكلم عن ثلاث قضايا اساسية اتصور ان هذه الميليشيات بتشكل تحديها للدولة الوطنية القضية الاولى هي قضية الصراعات والنزاعات المسلحة تدخل هذه الميليشيات طرفا في نزاعات مسلحة داخلية داخل هذه الدولة لسا درواتي من ديتين بتكلم مع حضراتكم عن قوات الدعم السريع في السودان وما يحدث وما سيحدث في السودان بنتكلم على اليمن وحرب اليمن وما يترتب عليها من مقاسة ما حدث في سوريا وما يحدث في لبنان وما يحدث في اماكن كثيرة جدا ان هذه الميليشيات انما تستخدم السلاح واستخدام السلاح في نزاعات داخلية يعني تهديد الوحدة الوطنية واللحبة الوطنية لهذه الدولة واستثارة النزاعات العرقية والدينية وما شابه ما يحدث في برفور في السودان نموذج على ده الامر التاني ان القرار السياسي في هذه الدول تنازع هذه التكوينات المسلحة يعني مثال واضح جدا كلمنا عن الاسبوع اللي فات واللي قابله الحالة اللي لبنانية السنائي ما بين حزب الله وحركة امن الشاعية ولهم تمثيل في البرلمان وكل شيء وما فيش اي حاجة يعني جزء من العملية السياسية لديه مرشح في الرئاسي ولابد ان يكون ماروني فلديهم مرشح النائب سليمان فرانجية هم يريدون هذا مرشح في حين ان غالبية المسيحيين اللي هو منصف في النهاية ماروني مسيحي بيطالبوا بمرشح اخر اللي هو الوزير السابق جهاد ازعور وتم يعني تعطيل جلسة الاختيار او انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب لاثناشر مرة متتالية لبنان بلا رئيس من اكتوبر الماضي لدرجة ان بعض المحلين اللبنانيين بيقولك ايه متى سيتم الافراج عن الموقع الرئاسي يعني امتى يعني هيصيبون ان انتخب رئيس المرة الماضية انتخب العماد ميشيل عون رئيسة للبنان ايضا بترشيح وبدعم من حزب الله تعطيل الموقع الرئاسي في لبنان ايضا نتاج للحالة اللي انا بتكلم عنه الامر الثالث ان جميع هذه التكوينات المسلحة او الميليشيات او تسميها زي ما تسميها لديها اتصالات دائما بقوة خارجية سواء كانت اقليمية او عالمية ده بيترتب عليه ايه بيترتب عليه التأثير على العلاقات والسيادة الوطنية داخل هذه الدولة يعني القرار لا يصنع داخل الدولة القرار يصنع خارجها ايا كان خارجها ده فين اقليميا او دوليا او ايا كان لكن في النهاية القرار لا يصنع داخلها هذه ايضا اشكالية تتعلق بقى بالسيادة بالارادة الوطنية نسميها زي ما نسميها طبعا ده تحدي كبير جدا ليه الدولة العربية او بعض الدول العربية والتحدي ده معناها ان الدول دي لن تبلغ الاستقرار وانا هنا عايز اقف بس يعني في جملة سريعة كده ربما اراد البعض لمصر انت ان يكون لديها برضو نفس هذا الموضوع بس يعني الحمد لله لم يحدث هذا يعني الدولة الاسلامية دي في سينة ولا غيره ولا اي ميليشيات كانت تحلم بها الفصائل الاسلامية او الاسلام السياسي كانت ايضا يراد بها ذلك ولكن افلاتت مصر من هذا الفخ الدولة الوطنية في مفهوم علم السياسة واللي موجود في اي دولة في العالم يعني هي دولة تقوم على مؤسسات راسخة تقوم على بغلمان حكومة وحدة جيش قوات نظامية واضحة مؤسسات دولة وطنية تقوم بادارة الشأن العام والوظيفة العامة وتواجه ايضا اي قوة تريد تفتيت وحدة هذه الدول الدولة العربية اذا ظلت فيها هذه الظاهرة فلن يحدث فيها الاستقرار ولن تستطيع ان تحقق التنمية ولن تفلت دائما من الفخاخ التي تؤدي الى التقسيم وبعثارة هذه الدول السودان ده نموذك ليبيا نموذك بدرجة ما لبنان العراق سوريا اليمن طيب يعني كيف يمكن ان نفلت من هذا نفلت من هذا بان تكون هناك دولة بمعنى دولة دولة وطنية لديها مؤسساتها ولديها جيشها ولديها القدرة على اداء الوظيفة التي يناط بالدولة القيام به قواعد العدل تطبيق قانون الدفاع عن الحدود دولة تنموية لا تهمش احدا دولة ديمقراطية تقوم على الاختيار الحر للناس دولة تحترم التعددية والتنوع في جميع الدول العربية هناك تكوينات دينية وعرقية وإسنية متعددة جدا إذا احنا محترمناش هذه التكوينات في إطار رابطة المواطنة ستظل هذه الدول مهددة من داخلها بنيتها الداخلية مهددة وحدتها الوطنية مهددة المواطنة هي طوق النجاح لهذه الدول دولة لديها مؤسسات راسخة تطبق القانون وقواعد العدالة تسعى لتحقيق التنمية تواجه الأخطار داخليا وخارجيا وفي الوقت ذاته تحترم التنوع والتعددية وتحفظ رابطة المواطنة ده طوق النجاح لكثير من الدول وهذه التحديات التي تواجه بعض الدول العربية ونتمنى أن يأتي اليوم لتختفي هذه التحديات حتى تستطيع الدولة العربية أن تتقدم على مدمار التنمية والديمقراطية والحرية